وقضا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ده رزق ربنا سبحانه وتعالى جابه من السماء الليلة الزراعة دي بقوما الشيوك ولا بقوما الله شوما المزارع دي مد البصر ما في شيخ أعرف دي الحقيقة ونحن الآن مشكلتنا في البلد دي ما مشكلة اللات والعزة ما في دل قاعد يعبود اللات ولا في دل قاعد يعبود العزة ولا بيعبدوا مانات ولا بيعبدوا هوبل الناس بيعبدوا شيوخ شيوخ بتاع الطرق دلل بيعبدوهم الناس لانتعرف دي القضية هنا أمشي شوف أني عملنا علينا دي كلها الجابه شيخ ياتفين بس نظر يعرف لأنه ربنا قال لنا أفا من يخلق كمن لا يخلق اللي بخلق والما بخلق واحد ما هو واحد ألبي خلق يعبد يعبد والما بخلق ما بيعبد ربنا بورينا في نعم دي خلق كله ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون ألبي تزرعوا دا إنتم دا زارع لفول دا زارع جرجير دا خدرة دا بانبي دا شنو ما عارف أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ما زارعوا الله يا أخي إنت ممكن تجيب السماد دا تكبوا والبزور تكبوا في الوطا وتحرط تجهزوا أمور كله الله ما يقويم ذاته إنت بتقلت قويمة ولا في الشيخ بيقدر بقويمة فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الله ممكن يدمره يخربه كله البقويمه تانمه ربنا يقول لك أفرأيتم الماء الذي تشربون الماء اللي بتشربوه دي أأنتم أنزلتموه من المزني المزني دي السحاب النزل منه المطرة دي المطرة دي نزل الشيخ زي ما بيجاي مرة مشانا على جهة النيلة البيض كويس قالوا في شيخ في الحلة الجنبة الجنبة طوالي قالوا ده بيع المطرة بيع بيع عديل بالكاش يبيع لك دارين مطرة قدروا كيف يقول لك الليام الكم ما شو فيه أخواننا هناك التعارف ده قال قال المطرة هو بيجاي جوا جماعة بداري اشتروها ماما ساكين وقال المطرة البالي بتاع ماسكو هو كويس ما شو له داري اشتروها منه قال لهم والله في شيخ بيجاي ماسكة يا ناس نحن نقعد في زيدة ده ماسكة وده فكاه وده جابة وده جابة لنا شوية وما رضي يعني انبياء يا ناس أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني من السحاب أم نحن المنزلون ربنا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون والله يا أخواننا الآيات دي عجيبة خلاص لكن أنا باستغرب في زول بتلقى حفظ الغرآن يا أخواننا نحن بن ناقش ناس في التوحيد في العقيدة اللي بقول لكم الأبجديات دي والله بن ناقش فانا أسحفظها للغرآن أسحفظها للغرآن من البغرة للناس كويس لكن قد في العقيدة بعد ربنا سبحانه وتعالى يقول أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزق تعرف الآيدي معنا أم من هذا يعني منو منو ألبي يرزقكم لو الله مسك رزقه عليك الله الآيدي ما واضحة تاني في حاجة أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك يعني لو الله أمسك رزقه بلجوا في عتو ونفور كويس الشغلانة واضحة جدا أدك أوضح من كده شان تعرف إنو ده ظلم ظلم عظيم لأ الله ظلم كون ده ليشرك مع الله واحد تاني ربنا يقول لك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة أسان إحنا بالليل هذا الظلام شايفينه كويس ربنا قال لي قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا يعني ماشي طوالي نهار ما في قال ليك من إله غير الله يأتيكم بضياء قال بجيب ضو منه تاني قال بجيب ضو منه تاني قال كلا كاذا تخيلوا معي الشمس ده بتطلع زاته قال بنوور لنا منه قال لي مليش يخلوطة ديكت من أول لآخرهم خلي بس الشمس اللي مرقوا علينا أسا ربنا قال أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة نهار ما شيء كده أصاب التظلم قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه الليل ديتما ربنا ما قال والله جعل لكم الليل لباسا لباسا يعني زي ستارة ستارة بتغطي لواطة بتظلم شان ترتاح انت وجعل لكم النوم سباتا وجعل لكم النهار نشورا كويس بس كده تخيل معاي ربنا جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قال لكم من رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جعل لك كده اتنين ليل يجي ترتاح تهدأ من التعبت على النهار من الجري تأخذ راحتك وتسكن يصبح الصباح تمشي تزاول أشغالك وأعمالك وتضرف في الأرض تسعى في رزق الله يا أخواننا نعمة الله دي اللي بيقدر بيجيب لنا منه ربنا قال وهو الذي سخر لكم البحر البحر ده وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا مش كده بس البحر بتأكل منه والفلك دي ربنا قال ألم تر أن الله سخر الفلك تجري في البحر بنعمة الله الفلك دي جاري فوق ربنا قال لنا هون ماسكة شمات غرج ماسكة الله سبحان الله نعمة الله دي كل الناس زي ما جاب لنا في سرطة الأنعام بدلك من من اللكل بتاعك انت إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم كده دي أتأمل دي أتأمل دي أتأمل دي بزبراه من بين فرث ودم لبنا خالصا تعرف البحيمة دي الكرشة جوادي كرشة بتاعتها عبارة عن الشي الأكلته ده من الحشايش القشل الأكلته ده ده الفرث بيتحول منه دم الاثنين بيكونوا قاعدين في الكرش بتاعتها من بين فرث ودم ربنا قال لك لبنا خالصا اللبن دي يطلع لك من بين الفرث والدم كده اللي بيسوها لك منه دي ها ونحن عليك الله بعد ما يلقوا لبن ويجي يعمل لك منه لبن بدرة يقعد ثلاثة يوم ولا كم ما تعرف ثلاثة شهور وينفض وده طعم وكيف وده عامل كيف ربنا يطلع لك من بين اتنين إتا لو خدتوا لك الاثنين ما بتأكلين لو جاب لك الفرث ده بتأكل أسا ها نجيب لك العشاء من الكرشة بتاعتها البهيمة ولا الدم الله قال لك من بين الاثنين دي لبنا خالصا سايغا للشاربين قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الآية البعدية قال وأوحى ربك إلى النحل داري واريك آية أعجب من دي ذاته إلى النحل أن اتخذي من الجبال تلقى قاعدة في الجبل ومن الشجر ومما يعرشون طلاثة حتات بتعيش فيها النحلة ما بتعيش في غيرها الطلاثة حتات دي جبل وشجرة ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات تمش تاكل من الثمار ومن الأزهار حتطلع شنو ثم كلي من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذلل يخرج من بطونها شوفيه بتدخل شنو بتطلع شنو رب ردائي واريك قدرته قوة تدخل رحيق بتاع أزهار وتطلع عسل فيه شفاء للناس عسل من أجمل الطعم تطلع لك وهي ماكلة من الأزهار ومن رحيق الأزهار بعد الآيات دي كله ربنا قال يا عرفون نعمة الله ثم ينكرونها الزول بعد ده كله تخيل معاي نعمة الله دي شد عليو يمغي كده وقف عليح يا شيخي ود فلان عليك الله ده ما ظالم عليك الله ده ما مستهبل يا شيخي تلاديلك زول بعد ده كله ونعمة الله على القدر دي مش كده بس إتخليك من ده واحد تلقى رابط حجابه حجابه قدره كده واحد مرة في الصلاة واقف جنبي بيلكس فيني كده ده بالحجاب بتاعه مكاوة يعني حجابه غليب ده جاي إتها المسكين يوم من الأيام كدت جواب أطنمك أكان لملبسك حجاب منه مرة ناس زي ده سهلتهم في كوست سهلتهم السؤال ده قدت لي بس أنا دار أعرف الجنة ده يوم من الأيام الأكل اللي كان بيجيه بحبل سري والحبل السري ده بيجيه من الغزة بتاع أمه ولما يكون هو محتاج له لنوع من الأكل معين الجنين برسل إشارات للعقل بتاع الأم الأم بتشتهي أكلها معينة بتاكلها بتتحول له الغزة إشانيجي للجنين تقول لك المرة وحمانة ودار علي عجورة العجورة دار الجنة ده جوا جات بإشارات وبرنامج طويل جدا فيهمتا؟ عشان المرة تنشبك في كتاب الليل تقول لك عجورة أسا تقول لها فتة بيركش عجورة تمرك فيه رفاعة وين وين دار تجيب لك دوما كويس شوف الله جاب للرزق كيف والبليد يمرك بره مرقته بره يربط له حجاب قل لك ده حجاب الرزق وطيب الجوة داك اللي كان بيجيك من وين؟ الجوة اللي بيجيك داك واحد قلت لك سؤال ده السؤال ده قال لي ما شربته أمه محاية أمه جابت محاية ها؟ وشربت المحاية والحجاب وصلوا عن طريق الغزب قال محاية يا ناس يا ناس بالله يشوف البشر ضل عشان كده قال لك إن الشركة لظلم عظيم ده ما حق الله يا أخي جاب لك نعمة إنت لو جيت حرسة يا أخواننا النسى اللي ربنا ما يقسم لهم إن جاب واحد يقول لك المرق عاقل ومفتلت ويمش مرق في مصر وأطفال أنابيب وحرسوا المرق يقعدوا ويقول لك ده ندخل لها التلقيح مرنامج وما تتحرك وتقعد كده وبعد ده غالبا ما بتنجح شوف الدعم ده كله الله أداك لساهل ولا أطفال أنابيب ولا مرق تلافي مصر في بلد دقاعت هنا والمرشة لا في بطونة ولا عرف ذاته ممكن تتلب بالحيطة في مان الله والجنة يمرق ما شاء الله مانعه شديد ما عنده أي مشكلة يا أخي ما تحمد نعمة الله دي كله عليك تقعد مرقتك من هنا تقول لي آه وتحيشونا ليه يا أخي ليه ما ما خلقك يا أخي ما رزقك ما يملك لك شي ما عنده لك حاجة هو ده عبد زيك ده زول زيك قال ليه كان قلت يا أوبا كالعداب ولا يا الشيخ حسن ولا يا الشيخ طاها أهى دي كلهم خلقون الله زيك وبشر زيك و الله بيرزقون زي ما بيرزقك انت ده يا أخي أدعو الخلقك أدعو الخلقك وخلقهم هم ذاتهم المشكلة بين وين المشكلة شان كده اللقمان عليه السلام قال له إن الشركة لظلم عظيم ربنا ضرب لنا مثل عجيب تعريب فيه الظلم في صورة الروم قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم قال لكم ده بتفهموه لأنه ده في حياتك انت ده زاتك هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزغناكم انت قال لك لو عندك ثروة عندك قروش سيارات عندك شركات عقارات عندك أراضي كتيرة حقتك قال لك هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزغناكم قال لك خلي بالك كمان ده ما جبتوا هيته ما حقك قد هناك ليه قدك لأ الله انت كان عندك أرض في البحر ولا ما حقاتك هيته قدك لأ الله قال لك اللي أداك ليه والله ده بتجيب المملوك بتاعك بتكسمه ليه بتعمله شريك معك مملوكك وأخوك بتديه خليه مملوكك المملوك اللي عندك بتكسم له الأرض بتاعتك ما بتعمله شريك لك يا زول ولا بترضى شوف المسألة ده عجيب كيف الحاجة المحقتك إدت ما حقتك الله أداك ليه بعد ديتها ما بترضى تعمل لك شريك معاك فيه كيف تشيل الملوك الكوم بتاع الله ها الخلق وكله سماء وأرض تشيل تقسمه للعباد شيخ فلان بيد الجنة ودهك بالحقك بعيد ودهك لحق بعيد ودهك شنو وفي واحدين بيجبالك بين أغمات تحييرك ذاته مرة مشيت على أهلنا بيجاي أنا في جزيرة كنزاتة جوة جنب الكاملين كويس واحدة لقيت من أهلنا ديل بتدعو في الشيخ بتاعه قالت يا شيخ الصديق اسمعني مرة ولو قلت لا لحم ويستمر شوف دي منظمة كيف بالله ولا بيسمعها مرة ولا مرتين ولا فاضي لا زاته يا ناس والميد ميد اسمع لها شنو وربنا قال لها الدعوة دي تدعيها لها الله وتنكسر لها الله الله بيديها الله كريم ربنا قال وقال ربكم ودعوني استجب شوف بالله كلام ده مبسط كيف ما في تعقيد ودعوني استجب لكم ببساطة شديدة ما كلام معقد يا اخوان ولا بيحتاج لي لواسطة يا ناس الخالق ده الكريم ربنا بتودد للعباد وبقول لهم ادعوني بس اجيب لكم ما قال لك ده لي واسطة يا اخ ربنا قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب ما في نغاش مسألة سهلة انت عارف الامام البخاري كان فتى صغير حوالي عشر سنوات عمره عمى ده امام ربنا نفع بالامة دي كلها عمى عمره عشر سنوات امه ما مشت لالي فكي والله اكلمك السهينة الله من رحم الله ما تخلي لا فكي جارية من ده لي ده ما مشت لالي فكي اصله قامت بالليل بتدعو في الله صبحة الصباح والده بشوف ده الامام البخاري امشي اقرى مقدمة صحيحة البخاري يا ناس الزلما يسأل الله ياخ ياخ المشكلة وين ياخ ابن ابي الدنيا في كتاب المجابين جاب له قصة عجيبة جدا يا ناس نحن ما محتاج لنا لبشر قال واحد من الانصار كان كان تاجر بتاجر بمشي بترحل بين الانصار يوم من ايام قال ماشي في الشارع قالوا لص حرامي اللص ده كمان حرامي قال الادب قال له جيب العندك الدول عنده كله هذا شيلو قال له لا انا دارة كتلك ياخ قال لت مالك انت مجدرل عندي شيلو هذا كله لا قال لا اكتلك قام قال لي اصبر لي ان صال لي ركعتين كويس قال فكبرتو قال وكنت احفظ الغرآن كاملا قال فنسيتو الغرآن نسوه جت الخوفة زوش قال لي سيفه واقف جدامه نسو الغرآن جت ما تذكر في ولا آية واحدة قال فركعتو الركعة الاولى دون ان اغرأ ما اقرأ وليش الركعة الاولى ركعة قام الركعة التانية قال فتذكرتو دعوة قال بس دعيت الله يا الله تصرف مني الزو الله كويس وسلم طوالي قال الاول ما تلفت عليه قال شايف لي واحد جاي بحصان ابلغ ويحمل حرب بين اذني الحصان قال فضربه فقتله فقلت من انت قال انا ملك من السماء الرابعة شوف ربنا نجاو يا ناس نحن ما محتاج لي فكي اكلمك النصيحة ما محتاج لي اخ ربك كريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم يونس عليه السلام ده انت لو وقعت في الحتة بتاعتو دي لو ناديت فكي ما بيسمعك شيو خلواطة دي جات ما بيسمعوك ربنا قال فنادى في الظلمات الظلمات ديتا قاله وين اول حاجة بلعوا الحد والحود ده دوا بطن البحر وظلمة الليل دي ثلاثة ظلمات تخيل في محل زي داك لو ناديت فكي لو نادهت لو عملت اي حاجة ما بيسمعك وانت ممكن تيأس ما نحنا كتير مننا ايمانه بيالله ضعيف ممكن يأس يقول لك انا اسدماء منا مرقة تاني حد بلعك وفيه بطن البحر تحيد قال فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحصل شنو لاحظ ربنا قال فاستجبنا له طوالي طوالي فاستجبنا له ونجيناه من الغم لكن قال لك ما براه خلي بالك وكذلك ننجي المؤمنين يا اخي ادعو الله تقعد تنادي في غير الله هيا فلان هيا علان هواك الحقون الحقوك باش هون ميتين كلهم فلان وفلان ديل ميتين راك دين التراب دا ربنا قال اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون ربنا وراك حكم في القرآن دا مريم عليه السلام دخل على زكريا زكريا دا مزوج وخطة وخطة طوالي مزوجة كويس ربنا قال وكفلها زكريا بيقى الكفيل بتاعها يعني اللي بيقوم عليه اكلها وكده امورها كلها دخل عليها لقى قداما قال لك اكل هو ما في ذاته في البلد ما في يعني اتخيل اتخشيت لقى على مرة عجوز مسكينة مش مريم يعني اي مرة ساي ها وين كان مريم ما كان دا عجوز خشيت لقى على مرة عجوز وما عنده زور ولا اي شيء بس قاعدة كده دا والت الكفيلة اللي بتجيب لها لك اللي تمشي الجيب لها كده وكده وانا جيت داخل عليها لقيت يا زول قداما عينب وبيتزا وشنو حاجات معافزاته هنا اها دخل لقى قداما رزق من غير اسباب طبيعية قال يا مريم انا لك هذا دا من وين ببساطة قالت لي هو من عند الله ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب اتخيل ربنا قال هنالك هنالك ما معناه في المحل داك لا معناه في الوقت داك يعني لما شاف زكريا انه ربنا جاب لي مريم جاب ليها حاجة شبه مستحيلة هنالك اتذكر انه عنده حاجة دائرة شبه مستحيلة الشبه مستحيلة اشنو داير ليه ولد ولد دايره دايره كيف قال لي اني وهن العظم زون خلاس وهن العظم مني دا زون المشي غلوة تلقى ماسكا الجرجا وبساوكا دي بيرجف وهن العظم مني واشتعل الرأس شابه شيبا وشيب وماراته ما لا عاقر يا اخوانا بالمنطق كده بس بالمنطق منطقنا البسيط دا بنعرفوا نحنا ده هنا زي دا بلد دا ما بلد زون كبير وماراته عاقر لكن لما شاف مريم ربنا جاب ليها الشبه مستحيل قال هناك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء طوالي ربنا قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب طوالي نادته الملائكة ان الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله بيدي ولا ما بيدي هالفقرة كيف دا الموضوع كله بتاع وصية لغمان ان الشركة لظلم عظيم الله يدي زيدة يا اخوانا زيدة الله يديه وإنت تكون مرات في ضيق وفي حرج شديد وتدعو تدعو تدعو الله يديك تقوم تسوي تسوي لك فقرة دخلهم مع الله ظلم عظيم ظلم للمولى الكريم ها عشان كده دي اول كلمات لغمان ونحنا ديك نعلم يا لوليداتنا ديك شفتها انا ديك الشيء بفهموانا من الكتاب والسنة والله ولا دك تعلم التوحيد ده والله ما يطلع عاغليك كويس ولا دك تعلم التوحيد ده بس علم نخاف من الله مش تقول لا يا اخي وكدي واندها الشيخ ورح نجيب لك الطينة وضطريف ولا طينة منهم عارف ورح نجيب لك محاية من هيني ونجيب لك بخرة يا ناس علموا التوحيد ده كويس معانا ناس زملانا كان في الجامعة انا اتخرجت من يعني مع الخرطوم قبل ستة او سبعة سنوات كويس زملاء في الجامعة الواحد لما تقرب الامتحانات يشيل قلب منش يودي للفكيه وقل الله عزي ملاي في القلم ده خلينا نجح زلطة القلة هزي اللي امتحان اسم الامتحان ذاته الفكيه ما بعرفه الفكيه ذاته كان ذا الامتحان بيجيب صفر يمشي شيل قلمه وقل الله عزي ملاي فيه يا ناس يا ناس الناس تأتوا على ابتين اذا كان دي امة وده مستوى التعليم عندها اولادنا من صغار يتعلموا العقيدة الواحد يخاف فينا الله وما يحليف بالشيخ انكسروا رقبته دي ما يحليف بالشيخ والله انا بذكر لاسا زمان ابواتنا نشأونا على العقيدة دي من صغار في المدرسة عندنا واستاذ مليان بالعقاية دي شيوخ جد عنده كمية بتاع الشيوخ ويحليف التعارف لما انتجي الصحيح في التصحيح بتاع الواجب يقول لك الواجب ده انا قلته ولا كتبته يتخ تقول لك كتبته براي قل وحاة الشيخ حسن وحاة الشيخ حسن امش خلاص يصدقك طوالي ما قلت وحاة الشيخ حسن ما بصدقك وفي الطابور يرفعوهما الواحد والله يجيبونا يرفعونا فوق في الطابور يرفعوهما اربعة قولي يا الشيخ حسن والله ما اقول بين اجلدك اجلدني نزلوا خلاص يا اخواننا اولادنا من الصغار يعلمون زيدا شوف زول ينشأ علي عقيدة وتوحيد من صغير والله ينفعك والله يبرك لانو بخاف الله بخاف الله يا اخي لما نقرأ في القرآن وبالوالدين يحسان ده بخاف الله وبيحسن ليك وبرك وبينفعك وانت كان متى ده بيدعو ليك لكن تقعد تربي على الشيخ وشيخ فلان وشيخ فلان وينفعك ويلحقك كل ما بينفع لذلك وصية لقمان لولده يا ابني لا تشرك بالله ان الشركة لغل منعظيم بعد ذلك جاءت مجموعة وصايا ما يسعنا المقام في تفصيلها انا اكتفي بهذا القدر ان شاء الله ولو كان في سؤال او سؤالين ان شاء الله نجيب عليه ولو ما في نختم على كده لانه الزمن مشى ايه نعم شكله ما في حاجة جزاكم الله خير على حسن الاستماع وحسن الاستضافة واشكر لأعمامنا كلهم البناعرفهم ولمناعرفهم وشيخ الجمري وكلهم ودعونا حقيقة قبل كده لكن ما تمكننا من الحضور لكن نشكر لكم جميعا حسن استماعكم وحضوركم واستضافتكم الى ان نلتغي في وقت اخر جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته